شارك وزير الخارجية سامح شكري في افتتاح مجموعات العمل الثلاث الخاصة بمؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة والتي تنعقد قبيل القمة الخاصة بالمؤتمر وأوضحت الخارجية في بيان أن شكري ألقى كلمة في افتتاح أعمال مجموعات العمل استعرض خلالها الوضع المتدهور في قطاع غزة والذي يشهد استهدافا للمدنيين والبنية التحتية ومنشآت وأطقم العاملين بالأمم المتحدة بالإضافة إلى القيود التي يتم فرضها على استخدام المعابر البرية الإسرائيلية والهجمات المباشرة التي يتعرض لها الجانب الفلسطيني من معبر رفح وأشار شكري لجهود الوساطة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار شكرا